تايلند الصديقة سمو الملكي رئيس الوزراء عن ارتياحه لما يشهده مسار العلاقات البحرينية التايلندية من نماء مستمر يجسد ما يجمع بينهما من روابط قوية تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل وكان صاحب سمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر سموه بالرفاع السيد دون براماد وينايو عزير خارجية مملكة تايلند الصديقة والوفد المرافق له حيث رحب سموه بهذه الزيارة مؤكدا أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين المسؤولين في البلدين لبحث آفاق التعاون ووضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم بين البلدين في جميع المجالات وأكد سموه أهمية اجتماعات اللجنة المشتركة العليا بين البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المزيد من التواصل البناء بين البلدين مشددا سموه على أهمية الاستفادة مما يحظى به البلدان من موقع استراتيجي مهم في ترسيخ أسس تعاون ثنائي وثيق في كافة المجالات السياسية والاقتصادية ونوه سموه إلى أهمية استثمار المقومات والفرص التي يتمتع بها البلدان في تقوية أواصر التعاون بينهما داعيا سموه إلى ضرورة تشجيع المستثمرين في البلدين على توطيد الروابط الاقتصادية والتجارية لسيما في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والطبية واستذكر سموه زيارة الناجحة التي قام بها معالي الجنرال براوتشان أوتشا رئيس الوزراء التايلندي إلى البحرين وما تمخض عنها من نتائج إيجابية على صعيد تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وأعرب سموه عن تقدير مملكة البحرين للدور الذي تقوم به الجالية التايلندية وإساماتها في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين في كافة القطاعات مؤكدا سموه أن الجالية التايلندية تحظى بكل الرعاية والاهتمام من جانب الحكومة وأشهد سموه بما تشهده مملكة تايلند من تقدم وتطور حضاري في كافة المجالات ودورها كعضو فاعل في رابطة دول الأسيان والتي تحظى بثقل سياسي واقتصادي كبير ودور متنام على الصعيد العالمي وكلف سموه وزير الخارجية التايلندي بنقل تحيات سموه إلى معالي الجنرال براوتشانوتشا رئيس الوزراء بمملكة تايلند وتمنياته للمملكة الصديقة وشعبها مزيدا من الرخاء والازدهار من جنبه أعرب وزير الخارجية التايلندي عن تقدير بلاده لكل ما يقوم به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من جهود من أجل توطيل العلاقات القوية والوثيقة بين البلدين مشيدا بإسام سموه الكبير ودوره الفاعل في وضع لبنات وإرساء دعائم التعاون الوثيق القائم بين البلدين الصديقين ناقلا إلى سموه تقدير واحترام رئيس وزراء مملكة تايلند كما أكد حرص بلاده على تقوية التعاون بين البلدين وتطويره بالشكل الذي يلب التطلعات والمصالح المشتركة وقال إن العلاقات البحرينية التايلندية تجسد قدوة ومثلا يحتذا به في المنطقة في ظل ما تتمتع به من قوة ومتانة ونموه الوزير التايلندي إلى حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مملكة البحرين في كافة المجالات وتنشيط دور القطاع الخاص بالشكل الذي يزيد من وتيرة التعاون بين البلدين قائلا إننا نتطلع إلى العمل مع مملكة البحرين من أجل وضع الاتفاقيات الثنائية موضع التنفيذ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة